هل الترتيب بتاع الوضع في فريق كرة القدم محتاج أن أسوره يكمل ولا أسوره ما يكملش؟ أنا بس هضيف حاجة لخليفة طبعا خليفة يمكن لم الموضوع في دقيقتين وبحقيه طبعا على الفكر الجميل ده لكن برضو مع أن أنا أجيب صفقات لكن في نفس الوقت النهاردة أنا سمعت خبر التجديد فتوح فده فرحني وسمعت طبعا اتفاق لسه بس شابه واستحقته القديم هل أنا أعيز أتكلم عنه هايخد وساب المؤدم عشان زميله يعني وطفة أربعة وساب المؤدم عشان زميله مرداش ياخد المؤدم عشان يبقى فيه فلوسه في خزنة النادي لكن طالما فيه طريق أن انت ماشي فيه بتحل مشاكل يبقى خلاص انت ماشي على الطريق صح حتى لو كان بلزمة واحد في المية طالما فتوح خد مستحقته القديمة يبقى كل اللعيبة هتاخد مستحقته القديمة هاي كنت معاك الإسبوع اللي فات وقلت لي أول حاجة يعملها يا مجلس الإدارة قلت لك لازم مستحقات اللعيب قبل التعاقدات فكت حابب أكمل دي مع كلام خليفة طبعا أن أنت برضو قبل ما بتشوف التعاقدات أو النواقس اللي عندك أنا فيه لعيبة معي لازم تاخد كافة مستحقات ممتاز أسر يوم يعني أنا لأنه كابتن جريم خلي بالك كان موجود في عصر فوضى برضو في الزماني وعانى من فهو عارف أكتر واحد ممكن يتكلم عن تأثير ده على أداء الفني كان موجود في فترة فوضى برضو كان فيه لعيبة جديدة بتيجي بتاخد مستحقات أو فلوس كتيرة جدا والموجودين ما كنوش ياخدوا مستحقات ده حقيقي فأي لعيب في العالم يحس بالظلم طبعا أن أخرلي فلوسي وفيه لعيب تاني يعني بتأخرلي فلوسي وأنا أنا ليه رسيد عندك سواء بالإجاب أو السلب بالسنة معاك بقى لي فترة صح شفت الحلوة أو لوحش معايا ده على الأقل دي جزء مستحقات أنا الأولوية بالنسبة لك طبعا يعني أنا شايف أن المشاكل في طرقها حل الزبل